موسيقى تعد هذه الابراج التي يبلغ ارتفاعها نحو خمسة امتار اكثر الالغاز الاثرية في السلطنة اثارة للحيرة واتقع هذه الابراج المحكمة البناء في منطقة نائية على هضاب جبل بني جابر في سلسلة الحجر الشرقي الجرداء ويتوسط هذا الجبل اربعة وديان هي وادي الطائيين ووادي بني خالد ووادي الشاب ووادي طيوي وليس من الممكن التعرف على مؤشرات اثرية تدل على قيام مستوطنات مبكرة فوق صخور الجبل والخال اغلبه من موارد الماء ونظرا للمستوى الرفيع في بناء الابراج فان علماء الاثار يعتقدون بوجود مجموعة من العاملين المهرة في البناء الحجري في تلك الفترة والتي تعود الى حوالي 2500 سنة قبل الميلاد وتقع اكبر الابراج في هضبة كهف سلمان الضخم المعروف بالاسم الشائع مجلس الجن مما يثير اسئلة عن طقوس هؤلاء السكان وتثير هذه الابراج الغامضة الحيرة لانه تم التأكد من انها ليست مدافن كما انها لا تحتوي على مظاهر تنم عن التحصين ولا يوجد بها درجات تؤدي الى القمة المفتوحة وهناك برج واحد سليم البناء به قبة داخلية من الحجارة المرسوسة تعلوها قبة اخرى تمتد حتى القمة في بعض الاحيان ينتصب برج مبني من الحجارة المسقولة الى جانب برج متهدما من الحجارة الخشنة ويبدو ان الابراج ذات الحجارة المسقولة شيدت في وقت لاحق على حساب الابراج الخشنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة